شوفوا هالحركة رفع اليدين الدعاء الدعاء في الحديث أن الدعاء يدفع البلاء وفي رواية يدفع ما نزل من السماء وما خرج من الأرض من كل البلاء ولذلك إذا رفع الدعاء ونزل البلاء فإنهم يعتلجان يتصارعان بين السماء والأرض إلى قيام الساعة الدعاء يرد عنا البلاء رفع أكف صادقة تدفع بلاء عن هذه الأمة أين الصادقين أين المخبتين أين المصلين القائمات في البيوت الصائمين الركع السجود علموا أطفالكم أن يرفعوا أكفهم في حديث سلمان إن الله حيي حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع أكفه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين يمر في اليوم وفي الأرض الصائمون كثر القائمون كثر الركع السجود في أوقات يتنفدون كثر الطائفون بالبيت الحرام كثر المعتمرون المتصدقون الصادقون المنكسرها المخبتة قلوبهم العائدون الآوابون إلى الله ما أكثرهم فأرفعوا ارفعوا أكفكم إلى السماء ادعوا الله يقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه كل مرة إذا سئل النبي عن شيء يقول الله قل يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل يسألونك عن المحيظ قل إلا لما قال وإذا سألك عبادي عني ما قال قل قال وإذا سألك عبادي عني أنا أجيب مباشرة فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لاحظوا ما قال أجيب دعوة المؤمن ولا دعوة حافظ القرآن ولا دعوة اللي فقط يصلي لا شك هؤلاء لهم فضل وقد يكونون إلى الله أقرب لكن أجيب دعوة الداعي عموم الداعي كل من دع الله تبارك وتعالى استجاب الله له فألحو خاصة في وقت الإضطرار والحاجة والافتقار إليه يجمع حن في كرب وفي شدة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا نتضرع إلى الله في حال انكسار رغبة في أن الله يعطينا ليش الله جل وعلا جعل أسماءه كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها أحصاها هنا مو بمعنى عدها يعني فهمها من عرف الآمر هانت عليه الأوامر من أحصاها دخل الجنة الذي يحصي يعرف ليش الله يختم أغلب آياته ومواعظه في القرآن الكريم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى لا تكاد تمر على صفحة في المصحف إلا العليم السميع الفتاح الرزاق الباصط الأول الآخر الظاهر لماذا تختم بالرحيم الرحمن العفو الغفور كلها حتى يقول هذا أنا أنا ربكم الأعلى أنا الله ولذلك اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلة أسألك باسمك أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا حتى قال النبي لعبد الله بن مسعود لما قال أو نتعلمها قال نعم تعلموها وعلموها نتعلم أن ندعو الله بأسمائه وندعوه سبحانه وتعالى في السراء والبراء ندعوه عندنا مواطن إجابة كثيرة وعندنا أسماء لله عظيمة وكل أسماء الله جليلة عظيمة ترفع أكفك صادقا إلى الله تدعوه أم سلمة أو أم سلين أقبلت على النبي يا رسول الله أصابها هم وكرب تريد من النبي أن يدلها على طريق ودعاء يستجيب الله لها دعواتها فقال قولي الله أكبر وعشرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحمد الله عشر الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسبحيه عشرة سبحان الله ثم دعي ربك بما شئتي ويقول الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني عبد المطلب وقال ذلك في حديث عائشة من قال الله الله ربي لا أشرك بي شيئا هذا من دعاء الكرب إلا استجاب الله دعوته ودعاءه والإكثار كذلك من الاستغفار من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ولذلك استغفر الله إنه كان غفار جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أمانا قال استغفر الله وجاء الثاني واشتكى إني أريد أولادا قال استغفر الله وجاء الآخر يشكو ما يحدث في زروعه إن الزرع لا ينبت قال استغفر الله الله يقول فقلت استغفوا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه دعوة من دعوة الذنون في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث فيه